ما هي مكونات اللقاح؟ تتكون اللقاحات من مواد تولد استجابة مناعية لكائنات معينة كما إنها تحتوي على مكونات أخرى للحفاظ على اللقاح آمنا وفعالا يخدم كل مكون من مكونات اللقاح غرضا محددا ويتم اختبار جميع المكونات للتأكد من سلامتها الآن دعونا نلقي نظرة فاحصة على ما يحتويه اللقاح بالفعل مولد الضد أو المستضد تحتوي جميع اللقاحات على مكون النشط يسمى المستضد يولد الاستجابة المناعية من الجسم قد يكون هذا المستضد جزءا صغيرا من الكائن الحي المسبب للمرض مثل البروتين أو السكر أو قد يكون الكائن الحي بأكمله في حالة ضعيفة أو غير نشطة بدلا من ذلك تحتوي اللقاحات الأحدث مثل لقاح كوفيد-19 على خطة التصميم لصنع جزء صغير من الكائن الحي المسبب للمرض ثم يتم تسليم خطة التصميم هذه إلى خلايان عبر كرة من الدهون أو فيروس ضعيف ثم تصنع خلايان هذا الجزء الصغير المستضد بنفسها وهذا يولد استجابة مناعية هذا يمكن جسمك بعد ذلك من مهاجمة الكائن الحي الفعلي إذا حاول إصابتك من المهم أن نلاحظ هنا أن لقاحات كوفيد-19 لا يمكن أن تسبب لك المرض أو غيره من الإصابات لأنها لا تحتوي على فيروس مباشر كما أنها لا تؤثر أو تتفاعل مع حمضك النووي تمنع المواد الحافظة أن يتلوث اللقاح بمجرد فتح قنينة اللقاح إذا كان سيتم استخدامه لتطعيم أكثر من شخص لا تحتوي بعض اللقاحات على مواد حافظة لأنه يتم تخزينها في قوارير ذات جرعة واحدة ويتم التخلص منها بعد إعطاء الجرعة مباشرة أكثر المواد الحافظة شيوعا هي فينوكسي إيثانو لقد تم استخدامه لسنوات عديدة في عدد من اللقاحات ويستخدم في مجموعة من منتجات العناية بالأطفال وهو آمن للسخدام في جميع أنواع اللقاحات حيث إنه قليل السمية لدى البشر تمنع المثبتات حدوث تفاعلات كيميائية داخل اللقاح وتمنع مكونات اللقاح من الالتصاق بقارورة اللقاح يمكن أن تكون المثبتات السكريات مثل اللاكتوز أو السكروز الأحماض الأمينية مثل الجلايسين أو الجلاتين وأخيرا البروتينات مثل الألبومين البشري المؤتلف وهي مادة لها نفس تركيب الألبومين الموجود في البشر ومع ذلك يتم تصنيعها في المختبر ولا تحتوي على أي مواد مشتقة من الحيوان أو الإنسان تحافظ المواد الخافضة للتوتر السطحي على جميع مكونات اللقاح ممزوجة معا إنها تمنع ترسب وتكتل العناصر الموجودة في الشكل السائل غالبا ما تستخدم أيضا في الأطعمة مثل الآيس كريم المخلفات هي كميات صغيرة من مواد مختلفة تستخدم أثناء تصنيع اللقاحات أو إنتاجها التي ليست مكونات نشطة في اللقاح المكتمل تختلف المواد اعتمادا على كمية التصنيع المستخدمة وقد تشتمل بروتينات البيض أو الخميرة أو المضادات الحيوية الآثار المتبقية لهذه المواد التي قد تكون موجودة في اللقاح بكميات صغيرة لدرجة إنها تحتاج إلى قياسها كأجزاء في المليون أو أجزاء في المليار مادة التخفيف المخفف هو سائل يستخدم لتخفيف اللقاح إلى التركيز الصحيح مباشرة قبل استخدامه المخفف الأكثر استخداما هو الماء المعقم مساعد تحتوي بعض اللقاحات أيضا على مواد مساعدة تعمل المادة المساعدة على تحسين الاستجابة المناعية للقاح عن طريق تحفيز الخلايا المناعية المحلية قد تكون المادة المساعدة عبارة عن كميات صغيرة من أملاح الألمنيوم ثبت إن الألمنيوم لا يسبب أي مشاكل صحية على المدى الطويل ويبتلع الإنسان الألمنيوم بانتظام من خلال الأكل والشرب نأمل أن تكون قد وجدت المعلومات الواردة في هذا الفيديو مفيدة من المهم ملاحظة إن لقاح فايزر بايوتيك ولقاح أكسفورد أسترزانيكا وأيضا لقاح مودرنا ضد كوفيد-19 لا تحتوي على أي جلاتين أو منتجات حيوانية أخرى جميع اللقاحات الثلاثية مناسبة للنباتيين